ماذا يحدث؟ كوبالت موجود بكمية كبيرة في اخر معاقل المعادن في العالم وهي القارة الافريقية الكونجو الديمقراطية البلاد الافريقية اللي وقف عليها عالم كامل بما انها رقم واحد في انتاج الكوبالت عام الفين وثلاثة وعشرين انجد الكونجو الديمقراطية مئة وسبعين الف طن من اصل مئتين وثلاثين الف طن من الانتاج العالمي اللي يمثل تقريبا نسبة اربع وصباب المئة وما زال عند احتياتي ستة ملايين طن وهذا اللي يخلي الكونجو الديمقراطية يلاعب رقم واحد في انتاج وامدادات المعادن هذا شركات صناعات السيارات تستثمر في مئة مليار دولار في تعديل الكوبالت للسيارات الكهربائية من اجل التكنولوجيا الجديدة والطاقة الخضراء اللي يتخرج فيها من المتوقع ان العالم باش يستحق 300% من مجمل الطلبات الكوبالت عام الفين وثلاثين وخمسين بالمئة من الطلبات هذه موجهة لصناعة لباتليم تاعة التليفونات اول بلاد فهمت الموضوع ومشيت بثقال المتاحة الاقتصادي والصناعي الصين واصبحت تستثمر في الكونجو الديمقراطية في المناجم وتخرج في الذهاب لزرق لمصلحتها ومصلحت اقتصادها معدن كوبالت اللي موجود في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في المناجم في عمق 200 متر تحت الأرض خلاص الحديث كل الشركات يتعامل بالتكنولوجيا الذكية والطاقة الخضراء مصيرها في ثروات القارة الافريقية وافريقيا لليوم لزا تتعاني من مصيرها المجهول ماذا يحدث؟ كانت هذه فقرة ماذا يحدث؟ شمشيوا فاصل قصير ثم راجعين نتوجهوا في ربط مباشر من قطاع غزة اليوم الصباح في برنامشكم اكسبريسو وين نلقاوا معنا في المباشر عديد الأسئلة بش نطرحوها على ضيفنا اليوم الصباح كما قلت في ربط مباشر بالصوت والصورة مع الكاتب والصحف الفلسطيني يوسف فارس تطورات الصراع